أهلا بكم، هذا خبر عن ضربة إسرائيلية في سوريا تؤدي لمقتل خمس جنود سوريين The official news agency SANA reported that five Syrian soldiers were killed in an Israeli airstrike targeting a military site in the Damascus countryside near the Syrian-Lebanese border early on Friday morning أفدت وكالة الأنباء الرسمية SANA, official news agency, news agency هي وكالة الأنباء reported ناقلته وأفدت بأن خمس جنود سوريين قتلوا reported that five Syrian soldiers were killed في غارة جوية إسرائيلية in an Israeli airstrike استهدفت موقعاً عسكرياً targeting a military site في ريف دمشق near in the Damascus countryside 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 يعني الريف، مناطق ريفية countryside قرب الحدود السورية لبنانية near the Syrian-Lebanese border near the Syrian-Lebanese border في وقت مبكر من صباح الجمعة early on Friday morning وفقاً لمصدر عسكري لم يذكر اسمه شأن الجيش الإسرائيلي ضرب حوالي الساعة الواحدة وخمسة وتلاتين صباحاً according to a military source who was not identified the Israeli army carried out the strike at around 1.35 a.m. أيام تعني صباحاً أما إذا كنا نقصد المساء نقول PM identify تعني يعرف، يحدد identified محدد أو معرف هنا was not identified يعني لم يذكر، لم يحدد هذا المصدر العسكري this military source the strike hit a military site in the Damascus countryside leading to the deaths of five soldiers and injuring another استهدفت الضربة موقعاً عسكرياً في ريف دمشق مما أدى إلى مقتل خمسة جنود وإصابة آخر the strike strike الضربة hit يعني ضربت وعصابت hit هنا حرفياً ضربت وهذا الفعل هو فعل irregular verb يعني تصرفه في الماضي لا تضاف إليه ed ويبقى نفسه hit يضرب hit ضربة hit مضروب يعني في جميع الصياغ يبقى نفسه hit a military site in the Damascus countryside leading to the deaths مما أدى إلى مقتل five soldiers خمسة جنود لاحظ بأن كلمة soldiers رغم عدم وجود صوت ج فإننا ننطقها soldiers soldiers وذلك بسبب التقاء صوت d مع y لأنها كانت ستنطق soldier لكن بسبب كما قلت تصادف التقاء هذين الصوتين فهي تتحول لل j نفس الشيء يقع عندما تطرح السؤال في الماضي in past simple باللغة الإنجليزية مثلاً هل قرأت هذا الكتاب did you read this book تتحول ل did you read this book إنما تتحدث بسرعة فتضع صوت ج بين did و you did you read did you read did you read حتى أنها تتحول إلى do you read this book and injuring another وأصابت آخر يعني جرحت هذه الدربة injure تعني يجرح injure يجرح يصيب بجرور As of the time the report was published the Israeli military had not confirmed or denied its responsibility for the attack يعني حتى وقت نشر هذا التقرير As of the time the report was published فالجيس الإسرائيلي لم يؤكد أو ينفي مسؤوليته عن الهجوم The Israeli military had not confirmed had not confirmed or denied its responsibility for the attack إذا لاحظت هنا فقد تم استخدام past perfect had not confirmed والسبب هو أن هذا الحدث حدث confirmed في الأصل لم يقع مقصود هنا بأنه وقع قبل نشر التقرير فpast perfect يستخدم للإشارة إلى حدث وقع قبل حدث في الماضي كليهما وقع في الماضي لكن past perfect يقع قبل الحدث الآخر والحدث الآخر هو past simple مثلا إذا أردت أن تقول بأنك تغديت أو بأنك تغديت ثم خرجت يعني تغديت أولا ثم خرجت ستقول I had had lunch I had eaten lunch هذا past perfect and went out وخرجت went out past simple يوم الخميس يوم الخميس تم قصف معبر مطرب الحدودي الذي يربط بين سوريا ولبنان بارده يوم الخميس بارده بارده يعني مابر حدودي فبارده هو الحدود وكروسين هو المابر Connecting Syria and Lebanon الذي يربط بين سوريا ولبنان was also bombed تم قصفه كذلك The Israeli army said The bombing was aimed at preventing the transfer of military equipment to Hezbollah وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف كان يهذف إلى منع نقل معدات عسكرية إلى حزب الله Military equipment Military equipment معدات عسكرية كان يهذف هي was aimed يعني bombing bombing القصف was aimed كان يهذف لمنا at preventing يجب دائما أن تنتبه للكلمات التي تأثي بعض الأفعال أقصد ال prepositions prepositions في العربية نقول حرف الجر لكنها ليست دقيقة كلمة حرف الجر كترجمة ل prepositions لأنه لا يوجد لدينا جر أو رفع أو ناصب في الإنجليزية مهم سأترجمها إلى حرف الجر بسبب أنه لا توجد كلمة مرادفة ل prepositions في العربية لأن فأت تأتي بعد aimed هنا was aimed at لا نقول was aimed in أو was aimed to بل was aimed at preventing هذا يجب أن تنتبهوا لهذه الأمور الصغيرة the bombing was aimed at preventing the transfer of military movement يهدف إلى من نعنقل لاحظ نطق هذه الكلمة transfer 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 لا نقول transfer transfer وذكر التلفزيون السوري أن الطربة أصفرت عن إصابة ثمانية أشخاص أصابت أما كلمة state فتعني الدولة ولكن عندما نقول state television فنقصد التلفزيون الحكومي الرسمي القناة الرسمية القناة الحكومية ليست خاصة in a statement the Israeli army said the attack was carried out by warplanes and targeted infrastructure used by Hezbollah to move military equipment وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم نفذته طائرات حربية واستهدفت بنية تحتية يستخدمه حزب الله لنقل المعدات العسكرية in a statement statement بيان Israeli army army الجيش وهي كلمة أخرى military army military قال بأن الهجوم التاك نفذ أو نفذته was carried out يعني نفذ was carried out كلمة carry out تعني ينفذ من طرف طائرات حربية by warplanes واستهدف بنية تحتية and targeted infrastructure structure تستخدم من طرف حزب الله لنقل المعدات العسكرية to move military equipment the director of the matriba border crossing eyad alush said that eight people were injured in the bombing including four customs officials and four immigration officers according to syrian television وقال مدير معبر مطربة the director of matriba border eyad alush إن ثمانية أشخاص أصيبوا في القصف eight people were injured in the bombing منهم including يعني including يشملون منهم أربعة من موظفي الجمارك four customs officials كلمة customs يعني جمارك customs 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 الجمارك هناك كلمة أخرى هي custom والتي تعني تقاليد customs تقاليد وهي جمع لكاستم لكن عندما نقصت الجمارك فهي ليس لها مفرد نقول customs هكذا كجمع نقصت بها الجمارك customs officials موظفي الجمارك official 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 موظف official and four immigration officers وأربعة من الهجرة يعني موظفي الهجرة officer كلمة officer عادة ما تستخدم للأشخاص الذين لديهم منصب مرتبط بالسلطة مثلا ضابط رجل الشرطة هنا immigration officers يختلفون عن official فأشير official هو فقط موظف ليست لديه أي سلطة لكن officers هنا لديهم سلطة فهم كالشرطة تقريبا according to syrian television حسب ما أفاد التلفزيون السوري السيكوريتي سورس طول الحرة لأن هذا المقال أخذه من الحرة السيكوريتي سورس طول الحرة سورس طول الحرة وقال مصدر أمني للحرة إن عدد من المدنيين أصيبوا أيضا في الغارة الجوية الإسرائيلية غارة الجوية هي أير سترايك أير الجو سترايك ضربا سورس طول الحرة العديد من المدنيين وقال وزير النقل اللبناني ترانسپورت مينيستر على علي حيميا لوكالة رويترز يوم الخميس إن الضربات الإسرائيلية أصابت الجانب السوري بالقرب من جسر صغير يشكل معبرا إلى لبنان وعضف أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان المعبر لا يزال صالحا للاستخدام يضح أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان المعبر لا يزال صغير إذا كان المعبر لا يزال صغير فالواقع بعد قراءة هذا الخبر على أن سمعت على هذه الضربات وتسألت لماذا لا يرد بشر الأسد على هذه الضربات الإسرائيلية فذائما ما تحدث كل شهر كل شهرين نسمع بمقتل جنود سوريين بسبب ضربات إسرائيلية ولهذا أتسأل لماذا لا يقوم بالرد وهذا أمر يثير الشكوك شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء